السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دائما مع السهر والبسيط واللقي في نفس الوقت اليوم ان شاء الله ستكون حلوة لعشاق الحش وحش ومميزة اكثر من رائعا مروا بشوفوا المقادير وطريقة تحتاج 125 جرام من الزبدة زبدة نباتية ولا حيوانية 4 ملاعق طعام من سكر نائم سكر غلاس ايضا ملعقتين طعام من زيت نباتية ما يعادل تقريبا نصف كاس هذا راه الكاس صغر من الكاس دي العنبة ايضا جوش الملاعق الطعام دي النشط دورا ما يعادل نصف كاس وغاد نحتاج صفار بيضة واحدة يعني اعطيتكم مقادير بالملعقة حتى دي الكاس ماشي نفس المقياس دي الكاس دي العنبة فهو صغر منه وضع سكر مع الزبدة هنا كما شفتو انا ما كانش عندي سكر فتحنته واحد شوية نص طحنة وخدمت به ضروري هاد مرحلة خدمو الزبدة حتى تحصلوا على قوام لي كيكون كريمي يعني مقاون خدمو الزبدة اما بتدرب كهربائي ولا باليداوي حتى يتغير اللون ديها كما تشوفو كيميل واحد شوية كيبلي ابيض من بعد كنضيف ليه الناشا وكنضيف صفار بيضة واحدة كما تلكم هنا ما فيهاش خميرة دي الحلويات فبزاف تعالق كتجين على يعني ما كيشوفوش الخميرة وكيحساب ليهم مرة ننسيت ما حطيتاش في الفيديو لراه لما كانش خميرة يعني الحلوة بدون خميرة هنا ما حديش نحتاج الخميرة دي الحلوة نهائيا بالنسبة للدقيق فكما شفتو معي في عديد الفيديوهات الاخرين نحط الدقيق بالملعقة هاكوا كيبليكم شحل دي المقياس حيث ممكنش نعطيكم المقدار بالضبط فكيبقى كما كنقول دائما كيبقى الدقيق حسب النوعية كين دقيق اللي كيشربوا كين ما كيشربش فيعني الحل الوحيد انكم تقوض اضيفوا الدقيق تدريجيا وانتم ما كتخدموه فهذا الحلوة اللي كنضي لان اليوم فمل احسن ما كتتخدمش بزيه كنخدمها فقط بصبعا دير يدي حتى كندخل الدقيق كامل ونحصل على هاد القوام فاشوفوا معي هادا والقوام اللي خاصة نحصلوا عليه نفس القوام ديال العجينة ديال الصابلي عجينة اللي تكون الرطبة بالنسبة للحجوة سنحتاج ميتين جرام من جوز الهند هنا من الاحزن تاخدوا جوز الهند اللي كيكون يعني من نوعية جيدة سنحتاج معاه ايضا ملعقة طعام من سكر الخشن ولا سكر سكر عادي هنا السكر ملعقة طعام من بودرة الكاكا والمور وهذاك البيض اللي بقى لينا من البيض اللي اخذنا بها ووالي غدا نخلط به اللي بغيش يدير بيض البيض يمكنك تخدمها اما بالكونفيتور ولا المربع المشمش ولا تقدر تخدمها ايضا بالحليب المركز المحلط يجمعها به يعني احنا خاصنا نحصل على واحد العجين ولا واحد الحجو اللي كيكون معسل كيكون ناشف شوية فكيحتاج اكثر فإلا احتاج يتوم كمش بيض البيض تكملوا بالمربع ولا تكملوا بالحليب المركز المحلط هنا بالنسبة للعجين يعني ما خليتها شرتاحت يعني لطول يصوت فيها الحشوة ووضعوها في واحد مكاني يكون بارد يعني وضعوها في تلاجة هناك تأخذ الكويرات على حسب الحجم اللي بغيتي يعني ما ننسوش أنا غنوضع الحشوة في الداخل فبالتالي ناخدو العجين تكون اكبر واحد شوية من الحشو والحشوة يعني كنحطوها في الوسط كيفما شفتو ضروري الحشوة تغطيوها بوحد البلاستيك الغداعي يعني أنا كناخديت فقط الكمية اللي غنخدم بها وما تبقى راه مغطيها بالبلاستيك باش ما كتنشفش لينا وكتولي كامل كتتفتت يعني كما كتشوفو كنضغط عليها علاش باش كتتلسق ليا العجين مع الحشوة ومني بدي ندور فيها مكت مكتفتتش يعني في الخدمة ديالة هنا مبعد مسائلتهم كامل كما كتشوفو هنا غدي نوليكم حشوة ثانية بغيت نبارتاجها معكم هم هاد لباق ديالة صغيرة اللي كان ديالة فكيكونوا جوة الانواع هذا اللي كتشوفوني هزا فيدي كيكون ناتيوغ وهذا ديالة الشكلات اللي خدمت بيه أنا يعني كيعطي منظر أكثر يعني حسن فأول حاجة منك تجيبوه فهو كيكون شوية قاسح كيكونوا لباق شوية قاسح ماء حتى كي يتلقوا لكم زيان عادة بشي نخدموا بهم اولا ديرهم في الميكرون حتى كي تلقوا عادة بشي خدمي بهم ومن يتكون تخدمي فهم مع المدة يعني انتي كتخدمي بهم كيعودوا يقصحوا يعني ما تحاولي شي يعني تانسيستو تخدمي بهم فكيقطعوا لحجينة خليهم تاني عاودي تاني دوبة نفس المبدأ اللي كانديروا اللي كان خدموا بيه يعني الشوكولات مدوبة اللي كان خدموا يعني انفو يبالك بدك يقصح يعني هذي الحشوات قدروا تعودوا بأي نوع من الحشوات بعقدة دي اللوز مع اي نوع من مكسارات حسب كل واحد وعلى حسب الدوق ديره هنانا غدي نكمل كمية ديره كاملة وغدي ندير الفران سخون على درجة حرارة 180 وغدي نتسنع لها تقريبا حتى التحمر من فوق ومن تحت يعني حضي معاها شوية فوخاء على الشكل دي الغريبة ركت الطيب بالخف بشبح الغريبة في الحشوات يعني فقط غير تحمر شوية 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 شعروا عليها ملفوق تتخذ اللون اللي هو دهبي كما كتشوفو فرا نفس ما بدأ دي الصابلي وخد شوفوها يعني انكتشتها يعني انحضو معاها من خليوش عليها الوطة باش ما جناش ناشفة وجي يابسة الحشوة جي يابسة من الداخل هنا بعدما بردت اللي انا اخذت متين كرام دي الشوكولات للي دوبتو ايضا في حمام مائي اخذت شوكولاتة بالحليب ينزل من شوكولاتة بالحليب يجب أن يدوب لهم سهولة يجب أن يدوب من فوق البوطة يجب أن يحرقه حتى يدوب يجب أن يدوب يجب أن يدوب يجب أن يخسر يجب أن يضيف شوكولات يجب أن يجب أن يدوب لن تقوم بالكامل يجب أن يضيف شوكولات يجب أن يضيف حمام مائي يجب أن يدوب يجب أن يكون للمشاكل يجب أن يدوب يجب أن تكتافي فقط بالشوكولات الأسود يجب أن تضيف خطوط من الشوكولات قد تضيف خطوط من الشوكولات الأسود تضيف خطوط من الشوكولات الأسود نتعرف هذا النوع في طبق التقديم حيث فيديو سيكون طويل نفس العجين ونفس الحشوة تضع حشوة إلى المول ونضع الشوكولات الملي ونضرب شوكولات الأسود نتعرف فيديو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انشاء الله اشتركوا في القناة داخل الحشوة من الداخل رطبة وشيشة شوكولات كانت مازالة شوية شوكولات بقي رطب الحشوة بارزة بقي بيض بيض ويقوم بقاسح هذا هو الفيديو اتمنى ان يكون الاعجاب اذا عجبكم طبيعة الحال اعجبكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة التواصل الاجتماعي اتمنى انكم تبارتجوا الفيديو اما عبر الواتساب فيسبوك ما بقى لي الا نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة